موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى مرآة الصحافة نطالع في أبرز عنوينها في الواشنطن بوست تأجيل خطط لتوسيع القصف الأمريكي ضد تنظيم الدولة على الحدود السورية التركية بسبب خلافات بين واشنطن وأنقرة في القدس العربي القوى السنية في العراق تهدد بسحب وزرائها من حكومة لعبادي إذا استمر تملصها من تنفيذ بنود الاتفاق الذي شكلت بمجابه الفينانشل تايمز تعتبر أن المشكلة في شركات الإنترنت الأمريكية أكثر مما هي في القوانين موسيقى وقبل أن نفصل في هذه العنوين نذهب إلى بيروت وعرض لأبرز عنوين الصحف اللبنانية الصادر اليوم مع مدير مكتب الجزيرة هناك مازن إبراهيم مازن لا شك أن استهداف إسرائيلي كوادر من حزب الله في القونيترة السورية أمس كان حاضراً بقوة في الصحافة اللبنانية صباح الخير محمد بالفعل هذا الموضوع احتل صدارة الصحف اللبنانية والتداعيات المحتملة سواء على الداخل اللبناني أو على المحيط الإقليمي نبدأ كراءة صحف بيروت من خلال صحيفة النهار التي كتبت في صدر صفحتها الأولى ضربة القونيترة أخطر رسالة إسرائيلية إقليمية سكوت ستة كوادر من حزب الله بينهم نجل مغني في صحيفة السفير كتبت ما بعد الاعتداء ليس كما قبله وإسرائيل تتحسب معادلة شهداء القونيترة أكبر من رد وأقل من حرب أما في صحيفة المستقبل فكتبت سكوت نجل مغني وقياديين بارزين في غارة القونيترة وارتفاع منسوب التوتر على جبهة الجنوب ضربة إسرائيلية غير مسبوقة لحزب الله أما صحيفة اللواء فسألت كيف سيرد حزب الله على اعتداء القونيترة أما صحيفة الجمهورية فكتبت تطور في المواجهة بين إسرائيل والحزب لمزيد من الإضاءة على تفاصيل هذه العنوين أصدقى جورج علم الكاتب في صحيفة الجمهورية سيد جورج نبدأ من السؤال الذي طرحته صحيفة اللواء كيف سيرد حزب الله على اعتداء القونيترة هذا كان الهم الأبرز لدى جميع الصحف اللبنانية بتواعت الحال هذا سؤال محوري لكن الصحافة اللبنانية تعاطت مع هذا الحدث وفق ميولها السياسية نرى أن النهار تعاطت مع هذا الحدث بطريقة إخبارية مع سؤال طبعا حول الرد وتدعياته على لبنان وهذه مخاوف مشروعة نرى مثلا طياء جريدة المستقبل والجرائد المحسوبة على قوى 14 أزار اللواء الشرق تعاطت مع الحدث ومن موقع الإدانة الضمنية لحزب الله أي أنها أبرزت الخصارة القبيرة التي منها حزب الله من جراء تدخله في سوريا فقط كتبت المستقبل ضربة إسرائيلية غير مسبوقة لحزب الله نرى السفير والأخبار المقربين تقريبا من قوى 14 أزار ومن الحزب ركزت على رد الفعل الإسرائيلي والمخاوف التي أصابت المجتمع الإسرائيلي خصوصا في المستوطنات الشمالية خوفا من ردود الفعل أي ركزت على رد الفعل ولكن من خلال اطلاعكم على هذه الصحف ماذا حملت من تحليلات ترتبط بالمآلات المستقبلية للمواجهة ما بين إسرائيل وحزب الله هناك طبعا من عزم ردود الفعل كالأخبار وطبعا كجريدة السفير لكن الصحف الأخرى تعاطت مع رد الفعل بأن هذا الرد هو مؤخر يعني ليس هناك مرد الفعل سريع لإعتبارات وحسابات تتعلق طبعا بإيران وبمفوراتها النووية وبأزمتها النفطية لمعنالك عرف إلى ذلك أن حزب الله الآن لم يعطي بن يمين نتنياهو ورقة رابحة بمعنى أن يرد لأن هذا يزيد من شعبية نتنياهو لكن في حال حصل رد باعتقاد سيكون على غرار ما حصل في مزارع شبعة قبل شهرين أي أن عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية يقول حزب الله بأنه رد دمنا الممكن على هذا الصحيد سيد جورج هذا على مستوى الأقليم والعلاقة حزب الله إسرائيل وإيران ولكن ماذا عن الداخل اللبناني كيف ستنعكس هذه العملية في ضل الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله هل هناك من تدعيات داخلية على الحوار؟ الحقيقة هناك علامات استفهام من رسمها رئيس الحكومة من المخاوف والتدعيات وبالتالي هناك قلق بلبنان لا ربما قلق مشروع بمعنى أن لبنان يجب أن يكون رهينة في هذا الصراع الذي يفتحه حزب الله في سوريا لما هناك لكن باعتقادي اليوم يعني كما تفضلت لن يؤثر على الحوار لأن هناك عنوين خلافية كبيرة كان طبعا الرئيس سعد الحري يقول بأنه لن يجلس إلى حزب الله على الحكومة إلا ما هناك نرى أن الحوار كان بدأ إذن الحوار باعتقادي لن يتأثر بهذا المناخ لأن هناك كلام كبير بأن سمر هذا الحوار ولو للتضيع الوقت ولو لم يعد إلى نتيجة إذا كان الصقف منخفض وليس هناك من توقعات لماذا هذا الحوار هذا الحوار باعتقادي يعني هو لتخفيف القطاب الكيدي لمساعدة القوى الأمنية على لجم الإرهاب بقدر الإمكان لكن أن يصل إلى معالجة ملفات خلافية كبيرة هذا الأمر مسابعة هذا الحوار أيضا مطلوب ربما تأتي كلمة السر لانفراج الماء في لبنان لانتقاب رئي جمهورية لوضع الأزمة اللبنانية على طاولة الحل عندئذ تكون الأطراف تقريبا كانت جلست إلى الطاولة لتمرير هذا الانفراج أو هذا الاستحقاق بقدر الممكن والمستطاع سيد جورج علم الكاتب في صحيفة الجمهورية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وإليك محمد في الدوحة مازن إبراهيم شكرا لك ولضيفقة في بيروت ومن بيروت نتحول إلى القدس حيث تنضم إلينا مرسلتنا نجوان سمري لتقدم لنا إجازا لأهم ما ورد في الصحف الإسرائيلية نجوان كيف تعطت الصحف الإسرائيلية مع هذا الحدث الصحف الإسرائيلية محمد بالفعل خصصت الكثير من المقالات والصفحات حول استهداف قادة حزب الله في الأمس في الإقنيترا سيكون معي في هذه الفقرة سيد أمجد العمري وهو محرر أشؤون الإسرائيلية في صحيفة القدس أهلا بك سيد أمجد سأبدأ في صحيفة هارتس التي عنونت توتر في الشمال نجل مغني أغتيل أو تم تصفيته في الجولان السوري حسب تقارير لبنانية ستة نشطاء من قوة خاصة في حزب الله قتلوا في هجوم بالقرب من الحدود من ضمنهم نجل رئيس هيئة أركان حزب الله الذي قتل في عام 2008 في جهاز الأمن يقدرون أن الحزب سوف يرد الاقتراب من موعد الانتخابات في إسرائيل يطرح السؤال من ضغط باتجاه تنفيذ هذه العملية هل هو المستوى العسكري أم هي الحكومة أي المستوى السياسي الصحيفة لم تقر باعتراف إسرائيل لأن إسرائيل الرسمية أصلا لم تقر وتعترف بأنها هي من نفذت هذه العملية ولكن صحيفة إسرائيل اليوم إسرائيل هيوم عنونت بطريقة بأنها اعترفت بأن إسرائيل هي من نفذت هذه العملية قالت الصحيفة وكتبت ضربة لحزب الله في عملية دقيقة ومباغتة قواتنا في إشارة لقوات الجيش الإسرائيلي هاجمت خليت مخربين كبار في الجولان السوري نصر الله يقول سنرد بقوة وعلى صدر الصحيفة كتبت بأن أمير الإرهاب أسمى جهاد مغني نجل عماد مغني أمير الإرهاب تم اغتياله وأيضا في داخل الصحيفة على صفحتها الأولى كتبت مخرب ابن مخرب سيد أمجد من ناحية صحف الإسرائيل معظم الصحف الإسرائيلية تعاملت مع ما حصل في الأمس وكأنه من مصادر أجنبية لم يكن هناك اعتراف رسمي إسرائيلي ولكن صحيفة إسرائيل اليوم وضعت عنوان يعني بالعلن هناك اعتراف بأن إسرائيل هي من نفذت هذه العملية نعم هناك ملاحظتان بارزتان على تغطية الصحف الإسرائيلية يدعوتها آرتس معريب وإسرائيلي اليوم لهذا النوع من العمليات لقد دابت الصحف الإسرائيلية في السابق على الاعتماد إلى مصادر أجنبية وذلك بهدف تجاوز الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تحضر عادة نشر أخبار من هذا النوع وتحميل إسرائيل المسؤولية ومن الجهة الأخرى من أجل التعتيم على مسؤولية إسرائيل في هذه الحالة في سابقة ربما منذ عقود قامت صحيفة إسرائيل اليوم بالاعتراف العلني في عنوانها الرئيسي بحيث قالت أن قواتنا هي التي قامت بهذه العملية أما باك الصحف فقد استندت إلى المصادر الأجنبية وعادة ما تلجأ الصحف الإسرائيلية إلى تسريب النبأ إلى وسائل الإعلام الأجنبية وفي اليوم التالي تقوم بالاستناد إلى هذه المصادر وتنشره لتجاوز الرقابة العسكرية الملاحظة الأخرى البارزة أنه في حالات كهذه وفي عمليات كهذه نلاحظ شبه إجماع في إسرائيل على تأييد هذه العمليات بينما في حادث الأمس قامت صحيفة يدعوت أحرنوت بإبراز انتقادات واضحة لهذه العملية فعلى سبيل المثال هناك محلل رئيسي في إسرائيل يدعى أليكس فشمم في صحيفة يدعوت أحرنوت وتحت عنوان يلعبون بالنار اتهم بشكل واضح القيادة الإسرائيلية وبن يمين نتنياهو باللعب بالنار وقال إن هناك من ألقى عود ثقاب ولكنه لا يعرف فيما إذا كان سيحصل هذا الانفجار أم لا صحيح سيد أمجد أليكس فشمم وغيره كتبوا ذلك يدعوت أحرنوت وهي الصحيفة الأكثر رواجا في إسرائيل أيضا عنوانت بأن أمير تمت تصفية أمير الإرهاب أنا أريد أن أنهي فقط في موضوع آخر كيف تتعامل الصحافة الإسرائيلية مع عرب الداخل في الأمس أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على سبعة مواطنين من العرب داخل إسرائيل وضعت عنوان وأبرزاته وكتبت داعش فرع إسرائيل بينما تعاملت مع خبر استشهاد شاب في النقب خلال تشييع شاب آخر قتلته الشرطة الإسرائيلية قبل بضعة أيام وضعت الخبر بأنه قتيل في مواجهات في رهت في النقب في صفحة الوفيات كل الصفحة تطرقت إلى وفيات عادية فقط هذا الخبر طرح وكأنه وفا عادية بالنسبة لإبراز العرب دائما داخل الخطأ الأخضر في هذه الأطراء السلبية باختصار سيد أمجد باختصار الصحف الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية عموما هي بوك للسياسة الإسرائيلية السياسة الرسمية الإسرائيلية السياسة الرسمية الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر هي سياسة تمييز عنصري هم يحاولون تبرير هذه السياسة والتغطية عليها بحملات التحريض ضد إخواننا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ومن هذا المنطلق لاحظنا اليوم كيف أنهم أهملوا خبر استشهاد شاب برصاص القوات الإسرائيلية ووضعوه في الصفحات الأخيرة صحيح سيد أمجد وأنت محرر في صحيفة القدس لشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين انتهى وقت هذه الفقرة عودة بكم إلى محمد في الدوحة نجوان شكرا لك ولضيفك على العرض والمناقش كتبت الواشنطن بوست أن خططا لتوسيع القصف الأمريكي ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود السورية التركية تم تأجيلها وسط خلافات على الأولويات بين واشنطن وأنقرة ونقلت الصحيفة عن مزئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن واشنطن تريد ضرب تنظيم الدولة في عين العرب كوباني لكن الأتراك لهم أولوية مختلفة ويريدون التركيز في المقام الأول على حلب وعلى قوات نظام بشار الأسد وأضافت أن الخطط المؤجلة تقضي بقصف مواقع تنظيم الدولة على الحدود السورية التركية لإخراج قوات التنظيم منها ومن ثم ملء المنطقة بلاجئين ومعارضين مسلحين سوريين إضافة إلى بعض القوات التركية الخاصة التي تساعد في تنصيق الحملات الجوية لدفع قوات التنظيم مزيدا نحو الشرق أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن قوى سنية عدة في العراق هددت بسحب وزرائها من حكومة حيدر العبادي في حال استمرار تملصها من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تم تشكيلها على أساسه وقال اتحاد القوى الوطنية الذي يقوده رئيس مجلس النواب سليم لجبوري في بيان له إن وزراء الاتحاد يمكن أن ينسحب من الحكومة ما لم تلبي الموازنة مطالب محددة وفي مقدمتها تخصيص أربعة إلى خمسة مليارات دولار لتوزيعها على المحافظات المنكوبة من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والملحة للنازحين والمهجرين إضافة إلى خمسة مليارات ونصف المليار لتشكيل قوات الحرس الوطني من متطوعي عشائر هذه المحافظات للدفاع عن مناطقهم وتحريرها من الإرهاب قالت صحيفة التليغراف البريطانية إنه في خطوة غير مسبوقة حثت الحكومة البريطانية زعماء المسلمين في المملكة المتحدة على فعل المزيد في مواجهة الآئمة الذين يشجعون على التطرف وكشفت التليغراف أن وزير شؤون المجتمع البريطاني أريك بيكلز بعث ألفا ومئة رسالة إلى الأئمة والقيادات الإسلامية في بريطانيا حثهم فيها على إدانة المسؤولين عن الهجوم على شارلي إبدو علنا وأضاف بيكلز في رسائله أن الحكومة غير قادرة على هزيمة الفكر الجهادي وحدها وأوضح أنه يمكن للآئمة الحصول على المشورة القانونية المجانية بشأن أي شخص يدعو إلى التطرف في المساجد تناولت افتتاحية الفينانشل تايمز البريطانية الاستنفار الأمنية في مجال الفضاء الإلكتروني واعتزام بريطانيا والولايات المتحدة تشديد الرقابة لمواجهة ما بات يسمى بالخطر الجهادي صحيح أن متاعب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوروبية تنبع من كون الألاف من رعاية القرى الذهب للجهاد في سوريا لكن الأصح أيضا هو أن محادثات ومخططات الإرهابيين والمجرمين تجري في فضاء الإنترنت ويصعب اعتراضها ديفيد كاميرون وعد بتجديد الرقابة على الإنترنت إذا ما أعيد انتخابه بعد أربعة أشهر لكن المشكلة في شركات الإنترنت الأمريكية أكثر مما هي في القوانين بعد تسربات العميل السابق إدوارد سنودين وجدت الشركة العملاقة نفسها تحت ضغوط لإقناع متعامليها بأن بياناتهم في مأمن وقد شرعت فعلا في تطوير برامج تجعل الاختراق أصعب كتبت كريستين ساينس مونيتور الأمريكية أنه بينما يستمر سجد المتظاهرين والصحفيين والمعارضين السياسيين في مصر يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرية التعبير مقدسة في بلاده ونقلت الصحيفة عن مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارا ويتسون أن الحكومة المصرية عادت إلى طريقتها القديمة في صحق حقوق مواطنيها والحكومات الغربية تدعمها في ذلك وأضافت أن حكومة السيسي ستذهب إلى أبعد مدى ممكن وبشكل واضح في صحق المعارضة الداخلية العلمانية والإسلامية على حد سواء نشرت صحيفة الجاردين البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن المخاطر التي تواجهها صناعة القطن في مصر خاصة بعد إلغاء الحكومة دعم المزارعين وتراجع أسعاره عالميا ووفقا للمزارعين في مصر فإن قرر الحكومة الأخير لإنهاء الدعم على زراعة القطن دق نقوس موت هذه الصناعة التي تراجعت بالفعل ويقول المزارع جمال صيام إن أسعار القطن منخفضة وبدون أي دعم لا أعتقد أن المزارعين سيستمرون في عملهم وأضاف هذه هي نهاية صناعة القطن المصري في متابعة للسلسلة التي نشرتها الجاردين حول الكتاب الذي أصدره أحد المعتقلين في جوانتانمو وينشر غدا وكشف فيه عن أوجه التعذيب التي يتعرضون لها داخل المعتقل نقرأ اليوم في الصحيفة أن محمد ولد إصلاحي كشف أن فرقة التعذيب في المعتقل كانت مدربة تدريبا جيدا جدا ويقول إنه تعرض إلى نوع جديد من التعذيب يعرف بالغرفة الباردة حيث يتم تخفيض الحرارة إلى ما دون الصفر وقد تستمر جلسات التعذيب في هذه الغرف إلى 12 ساعة وأضاف أنه كان يقرأ القرآن بصوت منخفض لأن الصلاة كانت ممنوعة وأن أحد المحققين طلب منه الصلاة ثم بدأ يستهزئ به رأت صحيفة التايمز البريطانية في افتتاحيتها أن جلب السلام إلى أوكرانيا يتطلب دعم الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا تقول الصحيفة إن هذا ليس الوقت المناسب لتقصير العصى وتقديم المزيد من الجزر لبوتين غير أن ذلك بالضبط ما يناقشه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل وترى الصحيفة أنه يجب مقاومة هذه الخطة التي طبختها مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فريدريكا موغيريني والمبنية على تخيلات مفادها أن بوتين يحتاج فقط إلى قليل من التشجيع الأوروبي لينتبه إلى أخطائه وأشارت التايمز إلى أن بوتين مستعد لتفكيك أوكرانيا وسيلتهم كل الجزر الذي يقدم إليه قالت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن استطلاعات الرأي في اليونان تظهر تقدم حزب سيريزا بينما يدنو موعد الانتخابات العامة في البلاد وأضافت الصحيفة أن تقدم حزب سيريزا المناهض للتقشف على حزب الديمقراطية الجديدة ازداد خلال أسبوع من 2.5% إلى ما يزيد عن الثلاثة في المئة مشيرة إلى أن حالة الاضطراب السياسي في البلاد لا تزال تترك أثرا كبيرا على الحالة الاقتصادية كتبت الواشنطن بوست أن المراكز الصحية التي بنتها الولايات المتحدة لعلاج مرض الإبولا في ليبيريا أصبحت فارغة تماما من المرضى مع تراجع انتشار الوباء وقالت الصحيفة أن التوقعات المثيرة للقلق بشأن انتشار الوباء والتي لعبت دورا في تعجيل المعونات الأمريكية إلى ليبيريا لم تكن قاتمة بالحجم الذي صورت به وأضافت أنه كان من المستحيل التنبؤ بانخفاض عدد حالات الإصابة بإبولا في سبتمبر الماضي حينما قدرت المراكز الصحية الأمريكية للعلاج والوقاية إصابة مليون واربعمائة ألف شخص بالمرض في غرب أفريقيا كأسوأ سيناريو وقفة أخيرة مع الكاريكاتير اشتركوا في القناة دمتم بخير كتبت الواشنطن بوست أن خططا لتوسيع القصف الأمريكي ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود السورية التركية تم تأجيلها وسط خلافات على الأولويات بين واشنطن وأنقرة ونقلت الصحيفة عن مزئول كبير في الإدارة الأمريكية قوله أن واشنطن تريد ضرب تنظيم الدولة في عين العرب كوباني لكن الأتراك لهم أولوية مختلفة ويريدون التركيز في المقام الأول على حلب وعلى قوات نظام بشار الأسد وأضافت أن الخطط المؤجلة تقضي بقصف مواقع تنظيم الدولة على الحدود السورية التركية لإخراج قوات التنظيم منها ومن ثم ملء المنطقة بلاجئين ومعارضين مسلحين سوريين إضافة إلى بعض القوات التركية الخاصة التي تساعد في تنصيق الحملات الجوية لدفع قوات التنظيم مزيدا نحو الشرق أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن قوى سنية عدة في العراق هددت بسحب وزرائها من حكومة حيدر العبادي في حال استمرار تملصها من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تم تشكيلها على أساسه وقال اتحاد القوى الوطنية الذي يقوده رئيس مجلس النواب سليم لجبوري في بيان له إن وزراء الاتحاد يمكن أن ينسحب من الحكومة ما لم تلبي الموازنة مطالب محددة وفي مقدمتها تخصيص أربعة إلى خمسة مليارات دولار لتوزيعها على المحافظات المنكوبة من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والملحة للفقى في بيروت ومن بيروت نتحول إلى القدس حيث تنضم إلينا مرسلتنا نجوان سيمري لتقدم لنا إجازا لأهم ما ورد في الصحف الإسرائيلية نجوان كيف تعطت الصحف الإسرائيلية مع هذا الحدث الصحف الإسرائيلية محمد بالفعل خصصت الكثير من المقالات والصفحات حول استهداف قادة حزب الله في الأمس في الإقنيترا سيكون معي في هذه الفقرة سيد أمجد العمري وهو محرر أشؤون الإسرائيلية في صحيفة القدس أهلا بك سيد أمجد سأبدأ في صحيفة هارتس التي عنونت توتر في الشمال نجل مغني أغتيل أو تم تصفيته في الجولان السوري حسب تقارير لبنانية ستة نشطاء من قوة خاصة في حزب الله قتلوا في هجوم بالقرب من الحدود من ضمنهم نجل رئيس هيئة أركان حزب الله الذي قتل في عام 2008 في جهاز الأمن يقدرون أن الحزب سوف يرد الاقتراب من موعد الانتخابات في إسرائيل يطرح السؤال من ضغط باتجاه تنفيذ هذه العملية هل هو المستوى العسكري أم هي الحكومة أي المستوى السياسي واقع تنظيم الدولة على الحدود السورية التركية لإخراج قوات التنظيم منها ومن ثم ملء المنطقة بلاجئين ومعارضين مسلحين سوريين إضافة إلى بعض القوات التركية الخاصة التي تساعد في تنسيق الحملات الجوية لدفع قوات التنظيم مزيدا نحو الشرق أشارت صحيفة القدس العربي إلى أن قوى سنية عدة في العراق هددت بسحب وزرائها من حكومة حيدر العبادي في حال استمرار تملصها من تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي تم تشكيلها على أساسه وقال اتحاد القوى الوطنية الذي يقوده رئيس مجلس النواب سليم لجبوري في بيان له إن وزراء الاتحاد يمكن أن ينسحب من الحكومة ما لم تلبي الموازنة مطالب محددة وفي مقدمتها تخصيص أربعة إلى خمسة مليارات دولار لتوزيعها على المحافظات المنكوبة من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة والملحة للنازحين والمهجرين إضافة إلى خمسة مليارات ونصف المليار لتشكيل قوات الحرس الوطني من متطوعي عشائر هذه المحافظات للدفاع عن مناطقهم وتحريرها من الإرهاب قالت صحيفة التليغراف البريطانية إنه في خطوة غير مسبوقة حثت الحكومة البريطانية زعماء المسلمين في المملكة المتحدة على فعل المزيد في مواجهة الآئمة الذين يشجد الأمريكية أكثر مما هي في القوانين وقبل أن نفصل في هذه العنوين نذهب إلى بيروت وعرض لأبرز عنوين الصحف اللبنانية الصادر اليوم مع مدير مكتب الجزيرة هناك مازن إبراهيم مازن لا شك أن استهداف إسرائيلي كوادر من حزب الله في القونيترة السورية أمس كان حاضرا بقوة في الصحافة اللبنانية ليس كذلك صباح الخير محمد بالفعل هذا الموضوع احتل صدارة الصحف اللبنانية والتداعيات المحتملة سواء على الداخل اللبناني أو على المحيط الإقليمي نبدأ كراءة صحف بيروت من خلال صحيفة النهار التي كتبت في صدر صفحتها الأولى ضربة القونيترة أخطر رسالة إسرائيلية إقليمية سكوت ستة كوادر من حزب الله بينهم نجل مغني في صحيفة السفير كتبت ما بعد الاعتداء ليس كما قبله وإسرائيل تتحسب معادلة شهداء القونيترة أكبر من رد وأقل من حرب أما في صحيفة المستقبل فكتبت سكوت نجل مغني وقياديين بارزين في غارة القونيترة وارتفاع منسوب التوتر على جبهة الجنوب ضربة إسرائيلية غير مسبوقة لحزب الله أما صحيفة اللواء فسألت كيف سيرد حزب الله على اعتداء القونيترة أما صحيفة الجمهورية فكتبت تطور في المواجهة بين إسرائيل والحزب لمزيد من الإضاءة على صحيح أن متاعب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوروبية تنبع من كون الألاف من رعاية القرى ذهبوا للجهاد في سوريا لكن الأصحة أيضا هو أن محادثات ومخططات الإرهابيين والمجرمين تجري في فضاء الانترنت ويصعب اعتراضها ديفيد كاميرون وعد بتجديد الرقابة على الإنترنت إذا ما أعيد انتخابه بعد أربعة أشهر لكن المشكلة في شركات الإنترنت الأمريكية أكثر مما هي في القوانين بعد تسربات العميل السابق إدوارد سنودن وجدت الشركة العملاقة نفسها تحت ضغوط لإقناع متعامليها بأن بياناتهم في مأمن وقد شرعت فعلا في تطوير برامج تجعل الاختراق أصعب كتبت كريستين ساينس مونيتور الأمريكية أنه بينما يستمر سجد المتظاهرين والصحفيين والمعارضين السياسيين في مصر يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرية التعبير مقدسة في بلاده ونقلت الصحيفة عن مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارا ويتسون أن الحكومة المصرية عادت إلى طريقتها القديمة في صحق حقوق مواطنيها والحكومات الغربية تدعمها في ذلك وأضافت أن حكومة السيسي ستذهب إلى أبعد مدى ممكن وبشكل واضح في صحق المعارضة الداخلية العلمانية والإسلامية في جهاز الأمن يقدرون أن الحزب سوف يرد الاقتراب من موعد الانتخابات في إسرائيل يطرح السؤال من ضغط باتجاه تنفيذ هذه العملية هل هو المستوى العسكري أم هي الحكومة أي المستوى السياسي الصحيفة لم تقر باعتراف إسرائيل لأن إسرائيل الرسمية أصلا لم تقر وتعترف بأنها هي من نفذت هذه العملية ولكن صحيفة إسرائيل اليوم إسرائيل هيوم عنونت بطريقة بأنها اعترفت بأن إسرائيل هي من نفذت هذه العملية قالت الصحيفة وكتبت ضربة لحزب الله في عملية دقيقة ومباغتة قواتنا في إشارة للقوات الجيش الإسرائيلي هاجمت خلية مخربين كبار في الجولان السوري نصر الله يقول سنرد بقوة وعلى صدر الصحيفة كتبت بأن أمير الإرهاب أسمى جهاد مغنية نجل عماد مغنية أمير الإرهاب تم اغتياله وأيضا في داخل الصحيفة على صفحتها الأولى كتبت مخرب ابن مخرب سيد أمجد من ناحية معظم الصحف الإسرائيلية تعاملت مع ما حصل في الأمس وكأنه من مصادر أجنبية لم يكن هناك اعتراف رسمي إسرائيلي ولكن صحيفة إسرائيل اليوم